هذا وتشهد العلاقات البحرينية الإيطالية زخما متزايدا انطلاقا من الحرص المتبادل على توطيد أواصل التعاون والشركة والصداقة الوثيقة والعميقة بين البلدين الصديقين نعم كما يتمتع البلدان صديقان بالعديد من الروابط القوية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية علاوة على دورهما المؤثر كشريكين فاعلين في المنظومة الدولية واهتماماتهما بالعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك نقلة تاريخية نوعية اكتسبتها العلاقات البحرينية الإيطالية إثر الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك المعظم إلى روما في عام 2008 حيث شهدت هذه الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أسهمت بدفع وتعزيز العلاقات بين البلدين إلى أعلى المستويات وفتحت الآفاق لتعزيز الصداقة والتعاون والشراكة الوثيقة الممتدة بين البلدين على مدى عشرات السنين وبلغت العلاقات بين البلدين الصديقين أزهى مستوياتها بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى روما في فبراير 2020 وافتتاحه مقر السفارة البحرينية ليكون هذا الافتتاح إكمالا لدور السفارة الإيطالية المتواصل في المنامة منذ عام 2002 الروابط الودية تأصلت وتوصلت من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي كلا البلدين ما أسهم في تعزيز الحوار السياسي والتشاور والتعاون في العديد من القضايا مع تطبق وجهات النظر حول القضايا الرئيسية بالسياسة الدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ويشهد التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا زيادة مستمرة حيث تجاوزت قيمة التجارة المتبادلة بين البلدين 600 مليون يورو حيث تحتل إيطاليا المركز الأول بين الموردين الأوروبيين للمملكة بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات المتبادلة بينهما بمجالات الصناعة والطاقة والبيئة كما وتحتل السياحة مرتبة متقدمة وتعتبر من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في كل البلدين وأحد المجالات المهمة للتعاون الثنائي ويعد المجال الثقافي والتعليمي والفني من المجالات التي تربط مملكة البحرين وإيطاليا حيث يتمتع البلدان بتراث عريق مع وجود العديد من الهيئات والمؤسسات التعليمية والفنية والثقافية المشتركة ويأتي كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية شاهدا على الاهتمامات المشتركة علاقة وثيقة وممتدة بين البلدين الصديقين تتضح من خلال التعاون الذي يغطي أغلب المجالات ويحقق الرؤى الاستراتيجية المشتركة والطموحة بينهما ترجمة نانسي قنقر